بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يخي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تقاد السماوات يتفضلنا من فوقهن والملائكة يشبخون بغمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين تخذوا من دونه أولياء الله كبير مليهم وما أنزليهم بوكيل وغذلك أوخينا إليك قرآنا وربيا لتنذر أم القرى ومن قولك وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة دولك يذكرهم من يشاء فيه رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نشير أم ذوه من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يخيي الموتى وهو لكل شيء قدير وما ذلكم فيه من شيء فأكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه ذوكلته وإليه أنيب فادر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجه ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليشك مثله شيء وهو السميع البشير له مقاليد السماوات والأرض يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصوا به نوخه والذي أوخينا إليك وما وصوا نبيه إبراهيم وموسى وعيش أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبرال المشركين ما تدوكم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تبرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بخيا بينهم ولولا كلمة سباقت من ربك إلى جل مسمى لك دي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منكم مريب فلذلك فدوا واشتقم كما أمرت ولا تنتب أهواءكم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرتون عند الله بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا كجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المشير والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب لكم خجتكم تاخذة عند ربهم وعليهم غذب ولكم أذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميسان وما يدريك لعل الساعة قريب يستجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارونا في ساعة لفي ظلال بعيد الله لتيكم بإباده يرزق من يشاء وهو الغوبي العزيز ومن كان يريد خرث الدنيا نديه منها وما له في الآخرة من نشيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به له ولولا غلمة الفصل لقذي بينكم وإن الظالمين لهم أذاب أليم فرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا صالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون إنذ ربهم ذلك هو الفصل الكبير ذلك الذي يبشر روض إبادهم الذين آمنوا ومن صالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقدر خسنة نزد له فيها خسنة إن الله خفور شكور أم يقولون افتروا على الله كذبا فإن يشع الله يختم على قلبك وينخو الله الباطل ويحق الخق بكلماته إنه عليم بذات شدور إنه عليم بذات شدور ووالذي يقبل طوبة نباده ويعفوه لسيئات ويعلم ما تفعلون ويشتجيب الذين آمنوا ومن صلحات ويزيدهم من فتله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله رجق لإباده لبغوه في الأرض ولكن ينزلوه بقدر ما يشاء إنه بإباده خبير بشير وهو الذي ينزل الغيثان بعد ما قنقوا وينشروا رحمته وهو الولي الخميد ومن آياده خنق السماوات والأرض وما بس فيهم من دابة وهو لا جميهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا كثير وما أنتم بمجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نشير ومن آياته الجوار في البهر كالعلام إن يشع يشكل الريخا فيذللنا رواكذا لا ذره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويظن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مخيص فما أوتيتم من شيء فمتعوا الخياة الدنيا وما عند الله خير وبقى للذين أمنوا ولا ربهم يتوكلون والذين يجدنبون كبائر الإثم والفوايش وإذا ما غذبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم سوروا بينهم ومما رزقناهم ينفكون والذين إذا أصوبهم البغيهم ينتشرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفى وأسلخ فجره ولا الله إنه لا يحب الظالمين ولا من ذا صربت ظلمه فأولئك ما ليه من شبيل إنما السبيل ولا الذين يظلمون الناس ويبخون في الأرض بغير الحق أولئك له مذاب أليم ولما شبر وغفر إن ذلك لمن أجم الأمور ومن يدلل الله فما له من ولي من بده ودر الظالمين لما رأوا العذاب ويقولون كدل إلى مرد من سبيل ودرهم يوردون عليها خاشعين من الذل ينذرون من ضرف خفي وقال الذين أمنوا إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينسرونه من دون الله ومن يدلل الله فما له من شبيل استجيبوا لربكم من قبل أي عديا يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير وإن عرضوا فما رسلناك عليهم خفيظ إن عليك إلا البلاخ وإن إذا أذقنا الإنسان من رحمة فرخ بها وإن زبهم سيئة بما قلتمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلوق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه وليم قدير وما كان لبشر أو يكلمه الله إلا وهيا أو من وراء هجاب أو يرسل رسولا فيوخيا بإثنه ما يشاء إنه ولي حكيم وذلك أوخينا إليك روخا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناك نورا نهدي به من نشاء من إبادنا وإنك لتهدي إلى شراط مستقيم شراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور شراط الله شراط الله شراط الله